موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي؟ قلاب الصف مال خامس اليوم نأخذ الدرس الرابع فلسطين موطن الإنسان قديما يلا كثير سهل كثير بسيط يعني نأخذ نفس وخلينا نبلش شو المناطق اللي عاش فيها الإنسان قديما المناطق اللي عاش فيها الإنسان قديما في فلسطين عاش في كهف شقبة ومغاور الكرمل وعين الملاحة وتل السلطان والقدس هذول اللي عاش فيهم الإنسان قديما طلع مغارة الطابون وكهف شقبة وتل السلطان هذول اللي عاش فيهم قديما إذن تتمتع فلسطين بموقف جغرافي متميز وأرض خصبة ومناخ معتدل وسهلها وجود حياة الإنسان فيها منذ أقدم العصور ونشوف الحضارات فيها وأشهرها الحضارة النطوفية التي تعرفت بهذا الاسم نسبة لها لوادي نطوف شمال غرب القدس وتعد هذه الحضارة الخطوة الأولى لبناء المجتمعات والقرى الزراعية من المواقع النطوفية التي تنتشر في فلسطين أريحة القديمة بسميتها السلطان أقدم مدينة في العالم أول مدينة مسورة وأول مراتق لانتقل سكانها من حياة المغاور والكهوف إلى مرحلات الاستقرار وبناء البيوت يبزور مدينة أريحة عدد كبير من السياح كل عام وشان يتعرف على أثارها القديمة سيتل السلطان وقصر هشام ودير قرنطل ومغاور جبل الكرمل مغاور الطابون والسخول والوادي بالقرب من حيفا كهف جبل القفزة بالقرب من الناصرة وكهف شقبة شمال غرب رمالله بالقرب من قرية شقبة ويقدر أمره بأكثر من عشرة آلاف عام بتكون الكهف من عدة غراف ويعد من التراث الفلسطيني القديم اللازم نحافظ عليه من المخاطر المتعرض إلى الكهف تعرضوا للتشقق وفعل تأثير مقالع الحجارة التابعة لاحتلال الصهيوني موقعين الملاحة بقع شمال بحيرة الطبرية أدوات للاستخدامها للإنسان قديما في فلسطين رأي السهم أو حربة والشطور وفأس حجرية ومدق وفخار وأدوات نحاسية استخدم الإنسان الفلسطيني أدوات عديدة زي الفأس والشطور عشان يسلخ جلود الحيوانات ويصنع بعضها من العظام الحيوانات واستغل قرونها الأغراض الزينة ظهرت في فترات لاحقة الجواريش والمدقات والمناجل وتعددت أشكالها وأحجامها وعرف الفخار في فترات لاحقة وهذا طين طين الفخار صنع منه الإنسان في فلسطين الأوية والأواني حط في الغذاء وخزنه وحفظه مثلا الفخار تشاف الإنسان أول معدنه والنحاس اللي صنع منه أدوات نحاسية وعثر على مثل هذه الأدوات في منطقات تليلاث الغسول قرب بحر الميت وفي بيسان وغزة صنع أدواته من لبرونز وهو النحاس وقصدير طور مسكن الإنسان قديما في فلسطين طلع هذا كيف بكقها في طل السلطان طلع مساكن دائرية عملوها وبعد يسوه الحوش الفلسطيني بدأت حياة الإنسان في فلسطين في المغاور والكهوه يوم معرفته بالاستقرار والزراعة ظهرت المساكن التي بنها بنفسه وكانت ذات أساسات من حجر وأشكالها دائرية كل مجموعة من تلك المساكن تكون حول ساحة وفي الساحة حفرة مبطنة بالطين شان خزن الغذاء الفائض وظهر ذلك في موقع عين الملاحة بالقرب من بحيرة الحولة وفي أريحة ظهرت بيوت مبنية من الطوب المصنوع باليد والمجفف بالشمس فوق أساسات الحجر فيما بعد ظهر الحوش الفلسطيني شوه الحوش يا حلوين هي ساحة متفاوتة المساحة تكون أو بتكون لعدة بيوت أو لبيت واحد بيمارس فيها الناس حياتهم اليومية وألعابهم وأحياناً يضعون فيها حيواناتهم الحوش يعني زي منطقة بابها الدار هاي اللي بيحكوها حطوا الناس فيها الحيوانات وبيمضوا الشغلات بدهم يعملوها يلا بعد أن تعلم الدرس كثير سهل زي ما شفنا أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة أين نشأت الحضارة النطوفية المجفعة طبعاً في فلسطين النطوفية في فلسطين ما الكهف الذي سكانه الإنسان قديماً في فلسطين ويقع شمال غرب رامالله لهو شقبة هاي شقبة مقدم مدينة في العالم تل السلطان اللي هي أريحة لماذا سميت الحضارة النطوفية بهذا الاسم؟ الحضارة النطوفية بهذا الاسم ثانية ترجمة نانسي قنقر 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 نسبة لوادي نطوف نسبة لموادي نطوف واضح لوادي نطوف نسبة لوادي نطوف أو أذكر المواد التي تمت عليها الإنسان قديما عشان يصنع أدواته الحجارة بعظام الحيوانات الطين والمعدن زي النحاس والبرونز أصف طبيعة المنازل إذا كان الإنسان قديما ذات أساسات من حجر وأشكالها دائرية وكل مجموعة من المساكم توسطها ساحة وفي الساحة حفرة مبطنة بالطين لحفظ الغذاء وكانت مصنوعة من الطين سنتج حاجة الإنسان قديما للأواني والأويا الفخارية عشان يخزن الفائض من إنتاجه والزراعي بهذا الشكل أرسم خريطة فلسطين وعير عليها الموقع الآتي وكانت مرسومة هي في بداية الدرس هي خريطة فلسطين ومعين عليها المواقع بهاي الطريقة ماذا هو يا حلوين نشوفكم إن شاء الله في الدرس قادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر